لو افترضنا ان هو فعلاً كان غلطان في حق لأم أولاده دي أو مش مستريح مع الزوجة التانية لا يطلق بقى الزوجة التانية ويفكر لكن مش لا ما هو مش معقول كده يبقى الحلول هو اللي يبقى الحل لمشكلتي مع حد ان يجاوز حد طبعاً يعني هو برضو الراجل لازم يفكر كويس ايه اللي اتغير في الست الأولانية دي للدرجة اللي خليني افكر تاني في الرجوع اللي اتغير في انا ممكن تكونش اتغيرت ممكن تكونش اتغيرت خالص دي مشاعر انتقامية ومشاعر غيرة لا القصدي مش هي اللي اتغيرت يا شيري انا اللي غلطت في حقه وانت فوقت مرة واحدة بعد ما تجاوزت واحدة في رجوع ماسم زي ما هي فقت مرة في الفردية الاولانية زي ما هي فقت مشروعة يعني انت طلقت الست بست العيال وروح تفكرت في واحدة تانية وارتبطت بيها وبدين فجأة قررت تتفكر في مصلحة العيال لا او قررت تتفكر لدك كنت مخطئ مع الاولانية مش دي فردية ممكن تحصل لا دي مش فردية ممكن تحصل لا دلع ممكن يا حسن لا دي مش فردية ممكن تحصل بعد ما تتجاوز سوجة تانية وتعمل حياة وتربط ست بيك وقواعد لعبة زي ما شاري قالت ان انت بتاعها الوحدة انت تقرر ان انت تصلها غلطتك مع الزوجة الاولانية ليه وانا ممكن مش ممكن يا هدي اتجاوز الزوجة التانية ديا وانا عن حب وكل حاجة وبعدين بعد شوية اكتشف انا وهي ان احنا مش لايقين على بقى خلاص اعيتها دي او ان انا خدعت فيها نامش مشاعر عائية اي طرف ممكن اكتشف ملهاش علاقة بالسيناريو اللي احنا بنقوله دي قصة تانية خلاص ملهاش علاقة انت بقى دي مشكلتك مع الزوجة الجديدة ان انت ما اتفقته لا انا بتكلم في احتماليات لان الفرضية ان هو الزوج يرجع للم اولاد هو الحل ان انت لو عندك مشاكل مع الزوجة الجديدة انك ترجع للم اولاد ده مش حل اصلا هو ده حل خاطئ اساسا انت مشكلتك مع الزوجة الجديدة لو عندك مشاكل معها يتحل لها يا خلاص تسيبوا بعض برضى بعيد خلاص عن الزوجة الاولنية ساعتها بقى انت بعد ما سبتها تقررت ان ان انت تجرب حظك تاني ده وضع تاني لكن ما ينفعش ان انت تحل غلط بغلط تاني طب خلونا نهي الفقرة دي بتساؤل وكل واحد فيكو يقولي يعني لا وهي قالت ايه هيدي كانت بتقول انا فيه حاجة عايزة اه الزوجة التانية تعمل ايه موضلة انا هسألو اه لو واحدة واقعها في المشكلة دي ويا سلام لو هي بتحبه حاجة انا هرجع لأم الولاد او انا رجعت لأم الولاد لانه احيانا بيرجعوا وبعدين نبقى ربنا حلها تعمل ايه تعمل ايه تاخد تقول له انت 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 تحكت علي انت غيرت كل مفردات اللعبة وقررت ان لو دخلناها هنا هتبقى جون انت كنت ايهلي ان لو دخلت هنا هتبقى جون بقى جون يعني الحياة انه بيحصل لخبطة شديدة جدا تكمل ولا ما تكملش تضغط على المفسع واكيد كان وعدها ان هي هتبقى كل حياتها تعمل ايه تعمل ايه هدي هدي عندها الحل لا انا طبعا شايف انه لو معاها ابناء لا طبعا تكمل لو معاها اولاد وعندها هي قدرات طبعا بس يعني لازم تضغط على المفسع هي قدرات فيه ست ممكن تقولك اوه فيه ولاد وانا بحب الرجل ده ورجل ده كويس معي ومعنديش مشكلة وانا هحاول هو هجرب فيه دي قدرات وفيه ست تقولك لا انا مقدرش هتحمل ان هو يبقى لي درة في الحياة ده انا مخترتش الحياة دي انت فرطت علي حياة بس هيبقى اصعب قوي يا هدي لو معاها اولاد معاش كده هي لانها مش هتفكر في نفسها بس انا رأي ان هي تجرب الاول تجرب ازاي يعني يعودوا مع بعض لا توافق اعملوا قواعد اه يعني توافق على التقسيم وتوافق على ان الاسبوع يبقى متقسم والوقت يبقى متقسم وكل حاجة يبقى متقسم وتوافق وتدي لنفسها فرصة سنة سنتين شهر شهرين على قد ما هي تستحمل وتجرب والله يمكن تلاقي نفسات اقلمت ويمكن تلاقي ان الوضع ده يقول له مميزاته ويمكن تلاقي انه لا بيوحشوا بعض والحياة بتبقى لطيفة وممكن تحسنها مش انا تستحمل ما تاخدش القرار عطول على حسن الست الاولنية كمان ودرجة الغيز والكيد اللي هتبقى موجودة يعني طبع جربي الاول وشوفي والله يمكن تبقى الست الاولنية لطيفة وتحترم قواعد اللعبة الجديدة ويمكن تبقى الست الاولنية هتخش معها في حرب وانتي مش قدها يمكن تنبس يمكن ما ترتحيش يمكن الرجل ده يبقى منصف وعادل فتحسي ان الحياة فيها عادل ويمكن لا موسيقى